يوربون أني هاسيو السلام عليكم ورمضان كريم عليكم جميعاً بحلقة جداً مهمة من العنوان واضح بأنها تبكي وطلطم بالزاوية المهم بشكل سريع نبدأ بأهم وضيع حلقتنا لهذا اليوم سؤال هل جانكوك بعلاقة حب؟ وهل جيمين يواعد؟ وهل في يواعد؟ وهل أعضاء فرقة بي تي اس كلهم بواعده؟ لكن السؤال الأهم بحلقة اليوم هل فرقة بي تي اس شواز؟ وهان بعد رح تكلم عن انتشار هاشتاج على التويتر واللي فجر ام الدنيا وليش انتشر هذا الهاشتاج؟ اوكي اذا انتم جاهزين انا جاهز دعونا نبدأ بعد الفاصل ابقوا معنا اذا كنتوا عم بتتابعوني لأول مرة ما تنسوا تشتركوا بالقناة اتفعلوا الجرس وهان بعد لايك وشير للحلقة على الفيسبوك انستجرام سنابشات تيك توك تويتر وينما كان على موض الكل يعرفوا اجوبة هاي الاسئلة المهمة بحلقة اليوم هلأ مؤخرا انتشرت صور على السوشال ميديا بانه جان كوك بواعد ليسا من بلاك بينك وفي بواعد جيني من بلاك بينك وكلها طبعا مصرحة من دي سباتش هلس انا اتصفحت كل مواقع دي سباتش على السوشال ميديا ما لقيت ولا اي شي من هذا الخبر ليش؟ يعني خبر مثل هيك جان كوك وليسا في وجيني مش مهم للدرجة هاي عفكر راح تلاقوا كل المواقع الاخبارية بتكلموا عن هذا الموضوع وتحديدا دي سباتش واللي انتشر عبارة عن فيك اشي مفبرك ولا العلم ماكو اي علاقة بين بي تي اس وبلاك بينك كمواعدة كحب اسنيناتهم زملاء بالعمل وبس مش اكثر من هيك والصور اللي انتشرت لجان كوك وليسا معدلة بالفوتوشوب واضح لو تركزوا فيها واللي عدلوها ناس يعني بروفشنال لكن مش كثير لانها واضحة وللعلم جدا غباء كبير يعني هم نشروها ودي سباتش ما نشروها ايش بالنسبة لام الغباء مش فاهم لو في ناس مصدقين ياس جان كوك مع ليسا وهي الصور طيب فوتوا عدي سباتش غلبوا حالكم تصفحوا اكو خبر اكو موقع تكلم عن هذا الخبر لا مين اللي تكلم بنت نشرت هاي الصورة يعني صدقتوا البنت اللي قامت بتعديل هاي الصورة وفبركتها ونشرها على حسابها وما صدقتوا دي سباتش اللي اصلا مش دارين ع ام السالفة يا جماعة ماكو اي علاقة لا بين جان كوك وليسا ولا بين في وجيني وحتى بي تي اس ما بيواعدوا تعالوا تعالوا ارمي بالنسبة لتجديد عقد فرقة بي تي اس للسنة للمرة الثانية اوكي اتجدد لغاية سنة الفين وخمس وعشرين اهم بند موجود بعقد فرقة بي تي اس ممنوع المواعدة انتو بتعرفوا بانه الارمي اكبر قاعدة جماهرية بالعالم لانه اذا هس فرقة بي تي اس بواعدوا او رح يواعدوا او اكتشفوا الارمي بانه بي تي اس عم بواعدوا رح تقل جماهريتهم بعد انتعادوا الهون هم يفاضين حكوا شعرهم هم يفاضين من عودة لحفل لمقابلة لعودة لحفل لمقابلة لا اش بالنسبة مات رح يواعدوا يا جماعة وهذا اهم شرط بعقد فرقة بي تي اس حاليا هس اكيد بالنهاية رح يتزوجوا هذا الشي مستحيل نختلف عليه لكن حاليا فرقة بي تي اس مهتمين بنجاحاتهم مهتمين بمسارتهم مهتمين باعمالهم مش بمواعداتهم وبعدين عفكرة لو واعدوا وين الغلط لكنهم ما بواعدوا اعيد واكرر ما بواعدوا مش فاضين يا جماعة بعدين ارمي هل تعلموا بان فرقة بي تي اس اكثر فرقة بعالم الكيبوب مراقبة من جميع الصحفيين والمراسلين يعني وكالة ديسباتش وكل الوكالات الاخبارية بتراقب تحركات فرقة بي تي اس وين راحوا وين اجوا من وين اجوا من وين كل اشي بادق التفاصيل بيعرفوا كل تحركاتهم وبعدين تعالوا لهون اذا ديسباتش معها اي دليل على انه جان كوك او حتى في او حتى جيمين بواعدوا هل تعلموا بانه صورة واحدة بتربح الوكالة ملايين الدولارات يعني حتى لو وكالة بي جهت حاولت ترشي ديسباتش او اي وكالة ثانية معها دليل على انه فرقة بي تي اس بواعدوا صورة واحدة بتربح الوكالة ملايين بس هذا اكبر دليل على انه حتى صورة ماكو ماكو دليل نهائيا يعني فرقة بي تي اس ما بواعدوا طيب راح تيجي هسه واحدة تسألني سؤال جدا ذكي اش معنى مثلا عقد فرقة اكسو مثل اتشين من فرقة اكسو اللي تجوز رغم انه لسه ما انتهى عقده هسه يا عزيزتي يا حبيبتي عقد وكالة اس ام بيختلف عن عقد وكالة بيج هيت فرقة اكسو عسبي المثال ممكن مصرح لهم انهم يواعدوا مثل كاي كان بواعد جيني وهم بعد هسه تشين متجوز وعنده بنت عمرها سنة فاكيد عقدهم مختلف كليا عن عقد فرقات بي تي اس وهذا الشي بصير مع كل الفرق وكل الوكالات يعني مش صرط انه العقد واحد لكل الفرق وكل الوكالات لا يا عزيزتي يعني هاد اكبر دليل على انه عقد وكالة اس ام مختلف كليا عن عقد وكالة بيج هيت فهمتي له شنو؟ اوكي قايز قبل ما اكمل كلامي بدي اذكركم مرة ثانية اذا كنتوا عم بتشاهدوني لاول مرة ما تنسوا اشتراك فعلوا الجرس هم بعد لايك وشير للحلقة الحلقة جدا مهمة وبديها تنتشر وينما كان دعونا نكمل الحلقة والحين ننتقل الى اهم موضوع معنا لليوم هل فرقة بي تي اس شواذ يعني مثليين يعني بحسب ما عم بنشروه الشابر للعلم بس بدي اخبركم شغلة كثير مهمة فرقة بي تي اس اخوان مثل ما احنا شاهدنا ع سبيل المثال الصار اكاديمي كيف كانوا الشباب والبنات عايشين في بيت واحد وفي غرفة للشباب وفي غرفة للبنات والاصدقاء والصديقات كيف بتعاملوا مع بعضهم يعني هم شواذ هم اصدقاء في بيت واحد يعني هم مثل الاخوان الاكثر هم بعد يعني هم كبروا مع بعض من سن الطفولة الى سن الشباب عم بكبروا سنة بعد سنة مع بعض عايشين مع بعض وهم بعد اكوا ممثلات وممثلين عرب يعني بصراحة كانوا شوي جريئين مع بعضهم بصورهم بتصريحاتهم الفنية لكن هل هم شواذ طبعا لا يا جماعة هم اصدقاء انا مش عم بشجع للشيهاد اللي عم انتو عم تنشروه يعني اوكي انتو عم بتركبوا صور مفبركة عم بتركبوا فيديوهات مفبركة وانتي اياتو هالشيبر اللي عم تعملي هذا الشي الشاذ اللي عم تنشريه عم بتخلي ابوك وامك واختك واخوك يكرهوا فرقة بي تي اس انتو السبب انتي اللي عم تنشر الشي هاد قال انو فرقة بي تي اس عايشين في بيت واحد في غرفة واحدة بناموا بسرير واحد طيب يعني ايش صار؟ طرى في كاميرا يعني ما صار شي شاذ اوكي؟ هم بعد المزاح اللي عم بيمزحوا مع بعض طرى هم عارفين اكو كاميرا ماكو شي شاذ هذا مزاح احنا كشباب هيك منمزح وهم بعد اكو فتيات هيك بيمزحوا يعني احنا كلنا شاذ؟ هيك انا بفهم من كلامكم؟ طلعت انا شاذ؟ انتو طلعتوا شاذ؟ ايش في؟ اسمه مزاح بين الاصدقاء اي جروب شباب بنات بكون متواجدين لحالهم بصير في مزاح بصير في اوكي نوع ما بكون شوي جريء او بكون ثقيل دم بس اسمه مزاح يا جماعة بالنهاية فرقة بي تي اس عم بتصرفوا على طبيعتهم امام الكاميرا وبالمقابل اكو فنانين عرب عم بتصرفوا كمان بطبيعتهم امام الكاميرا لكن كانوا شوي جريئين مثل قبلات مثل عبط مثل احضان لكن فرقة بي تي اس ما ساووا هيك ما عملوا هيك يا جماعة يعني مشان الله فكروا بالعقل بالمنطق الفيديوهات اللي عم تنتشر من يوميات فرقة بي تي اس عم تنتشر من حساباتهم من فيديوهاتهم يعني هم عم بنشروها لانه هذا الشي كثير عادي كل الشباب هيك بيمزحوا بالطريقة هاي في شباب يمكن لا في شباب اه بس كلنا مش كلنا اكثريتنا نمزح بالطريقة هاي يعني مش انه تم تسريب فيديو ولا هم بعد تم تسريب مثلا صورة عارفين بي تي اس اكو كاميرا وهم يواثقين من نفسهم مش شواذ لما يطلع حد منهم يقول بان هو شاذ حاجكم انكم انتو تقولوا هذا الانسان شاذ بس هل طلع احد من فرقة بي تي اس وقال عن نفسه بان هو شاذ اش فيه بس الاصدقاء بيكون مثلا في واحد من بناتهم احنا بالشلة انا في عندي صديق صدوق كثير مقرب لإلي بس بالنهاية كلنا شلة كلنا منحب بعضنا بس في واحد هذا روحي هذا توقمي عادي مثلا فيه مثلا ممكن يختار جان كوك يعني خاص التنين بتوعدوا التنين بيحبوا بعض اش بالنسبة لام التفكير الشاذ لا يا جماعة حرام عليكم وهم بعد الصور المفبركة حرام عليكم الصور هاي والفيديوهات اللي عم بتفبركوها على حساباتكم عم بتخلي اهلكم والمجتمع ياخد فكرة شاذة عن الكيبوب وتحديدا عن فرقة بي تي اس اوكي انت شابر احترمي نفسك انشري اشياء منشورة اصلا من حسابات فرقة بي تي اس مايخالف لكن افوت على حسابات بعض الشابر نشرين صور وفيديوهات مخلية للأداب ليه مفبركة ليه ليه تفبركي انا مش فاهم معناته انت عارفي بانه هذا الشي غلط ومش حقيقي وبدك الشي هاد الا وبدعموهم لا حول ولا قوة الا بالله انا مش فاهم ايش بالنسبة لام التفكير الغبي كيف رحي كحب اوه اوكي نكست نكست مشاهله نكست ووترتوني بالنسبة الى هاشتاج سولو ستانز اوت والانتشر من كوريا وبعدها الى جميع انحاء العالم كونه مؤخرا ظهر تقرير بانه رح يتم تجنيد فرقة بي تي اس كلهم السبعة بمنتصف عام الفين واثنين وعشرين لا يظهروا السولو ستانز اللي همه اللي بحبوا بس واحد من فرقة بي تي اس مش كلهم. بحبوش فرقة بي تي اس. مثلا بيحبوا بس جان كوك او كما بحبوا جيمين او في او ر أي م او شوقا بعد كل جيمين او في او شوقا لكن فرقة بي تي اس ما بيحبوهم نحن سبعة. وسنبقى سبعة. يعني ماكوشي اسمه solo stance. يا بتحبي فرقة بي تي اس كلهم؟ يا أما عزيزتي انتي مش آرمي. آرمي يعني انتي بتحبي فرقة بي تي اس السبعة. السبعة مش واحد. أوكي؟ هو مش مطرب منفرد. هم فرقة. يا بتحبيهم وبتدعميهم؟ يا أما عزيزتي غادري. انتي مش آرمي ولا تمثلي آرمي. فلذلك آرمي قاموا بنشر هذا الهاشتاج كدعم لانه فرقة بي تي اس دائما بكرره. يا جماعة احنا فرقة مش واحد. ادعمونا كلنا مش واحد. ومع هيك بيظهروا بعض الفئة اللي عم بيدعوا بان هم آرمي عم بيدعموا بس واحد وعم بيطنشوا باقي الفرقة. وعم بيقولوا عن نفسهم انه احنا آرمي. طب مين بتحبي مثلا؟ انا آرمي بس انا بحبش بي تي اس بحب بس جان كوك. ألطم؟ ألطم ولا ايش اشق اهدومي مثلا؟ ايش في؟ حلقتي انتهت على امل بانه اكون وضحت المواضيع المهمة اللي عم تنتشر مؤخرا حول مواعدة فرقة بي تي اس تحديدا جان كوك وليسا وفي وجيني وهم بعد الشائعات اللي عم تنتشر من الشيبر بعض الشيبر. بعضهم مش كلهم بان فرقة بي تي اس شواذ وهذا الشي عم بيأثر على سمعتنا احنا كآرمي وككيبوب فانز للأسف. وهم بعد انتشار هاشتاج سولو ستانز بي تي اس لا سولو ستانز اوت عفوا وسبب انتشار هذا الهاشتاج فبدي ارجع وقول لجميع الارمي. هذه فرقة بي تي اس عم بيستعدوا لعودة بتاريخ واحد وعشرين خمسة واتمنى منكم تدعموا هاي العودة لانها جدا مهمة بعنوان الزبدة. طبعا انسوا الاعلان الترويجي يبكي ويلطم بالزاوية الاصفر صار ترند الاصفر بهاي اللحظة اصبحت الزبدة اصبحت ترند وينما كان. وانهم بعد متحمس اكثر منكم لعودة فرقة بي تي اس وكافي نشر شائعات مشان الله يا جماعة بي تي اس مش شوذ بي تي اس ما بيواعدوا لو بيواعدوا بتلاقوا ام السوشال ميديا مقلوبة مقلوبة رسمي ما تنشروا صور مفبركة او فيديوهات مفبركة هذا الشي بيأثر على اهلكم على المجتمع برجع وبكرر واتمنى من الجميع نشر هاي الحلقة لانها جدا مهمة وخلاص انا مش رح تكلم مرة ثانية عن هذه المواضيع. اوكي يعني بصراحة كثير قعد ابرر واحكي واتكلم انه خلاص كافي اذا صار المزاح عندك شواذ يعني احنا كلنا شواذ خلاص كافي يالله انشر الفيديو انتشروا تبع اثروا يا ربون صالان جي سيو نيكست فيديو اشترك على تحت forum اشترك علىت houses اشترك اشتركوا في القناة